نأخذ مثال المطلوب تصميم ملتبلكسر يحتوي على عدد أمبت 8 باستخدام 2 ملتبلكسر أحدهما يحتوي على عدد أمبت 4 والآخر يحتوي على عدد أمبت 2 نلاحظ من الملتبلكسر اللي عدد الأمبت إليه أكبر الأربعة عدد الأمبت للملتبلكسر 41 هو أكبر من عدد الأمبت للملتبلكسر 2 إذن عدنا اثنين ملتبلكسر متوفرة للتصميم أحدهما 41 ملتبلكسر والآخر 221 ملتبلكسر عدد الأمبت الأكبر للملتبلكسر 41 إذن بداية نقسم عدد الأمبت للملتبلكسر المطلوب تصميم على عدد الأمبت للملتبلكسر المتوفر نبدأ بالقسمة على أولهما أكثر عدد أمبت ثمانية تقسيم أربعة ثمانية تقسيم أربعة ناتج اثنين نلاحظ الثنين أكبر من أربعة أو أصغر الثنين أصغر من أربعة إذن نحتاج ملتي بلاكسر واحد تو توان نلاحظ التصميم عندنا تو ملتي بلاكسر عدد الأمبت لهم أربعة وعدنا واحد ملتي بلاكسر عدد الأمبت إلى اثنين الأمبت للملتي بلاكسر 2-1 هو آتبوت للملتي بلاكسر 4-1 السيليكشن لاين أول ناتج قسمة ظهر لنا اثنين ملتي بلاكسر السيليكشن لاين لهم S1 و S0 S0 يمثلنا الملتي بلاكسر الثالث النطي سيليكشن لاين S2 S2 يمثلنا الملتي بلاكسر الملتي بلاكسر بلاكسر بت والأس ون صفر والأس زيرو واحد الأوتبوت شي ساوينا يساوينا داتا أمبوت اللي موجودة على الآي فايف خل لاحظ هل يتم تحقيقه استخدام هذا التصميم ناخذ الأس تو واحد الأس ون صفر الأس زيرو واحد هذا اللاين الزيرو رح يكون عليها واحد هذا اللاين أس ون رح يكون عليها زيرو هذا اللاين يمثل الى الأس zero عليها واحد الأس ون عليها زيرو تلاحظون الملتبير كسر four to one السيلكشن لاين الى صفر واحد إذا السيلكشن لاين صفر واحد الأوتبوت شي ساوينا ساوينا الآي ون الملتبيركسر four to one الثاني السيلكشن لاين الى صفر واحد إذن الأوتبوت شي يساوينا يساوينا I5 الملتي بلكسر 2 to 1 selection line إلى 1 إذن الأوتبوت شي يساوينا يساوينا I5 اللاحظ ملخص ما تم دكروه في المحاضرة تعرفنا على الملتي بلكسر ولاحظنا أنه الملتي بلكسر هو combinational logic circuit يحتوي على عدد on put و output 1 اعتمادا عن binary code اللي موجود على selection line يتم اختيار أحد المدخلات وأظهار البيانات الموجودة عليها على تعرفنا على كيفية تصميم to umput و for umput باستخدام البوابات المنطقية بعد ذلك لاحظنا كيفية تصميم higher order باستخدام lower order لاحظنا كيف يكون التصميم عندما يكون الناتج النهائي يحاصل قسمة عدد الأنبوت للملتي بلكسر المطلوب تصميمه على عدد الأنبوت للملتي بلكسر المتوفر يساوي واحد ولاحظنا كيف يكون التصميم عندما لا يكون الناتج النهائي مساوي إلى الواحد اعتمادا على المطلوب من السؤال أما يتم تصميمه باستخدام to type of lower order ملتي بلكسر أو يتم تصميمه باستخدام ال enable on put حيث يتم تفعيل أحد الملتي بلكسر وإلغاء تفعيل الملتي بلكسر الآخر اعتمادا على قيمة selection line الذي يتم ربطه إلى ال enable on put لاحظوا ال selection line أستو إذا كانت قيمة واحد الملتي بلكسر الأول يتم إلغاء تفعيله لن تلاحظون أنه ال enable on put يحتوي على ببل يتفعل بلوجيك زيرو فبالتالي إذا كانت الأستو قيمة واحد الملتي بلكسر الأول يتم إلغاء تفعيله الملتي بلكسر الثاني الواحد تدخل على بوابة نوت راح تكون صفر الملتي بلكسر الثاني يتم تفعيله نلاحظ قيمة الأسون والأس زيرو اعتمادا على البايناري كود اللي موجود على الأسون والأس زيرو نلاحظ قيم الأوت بود أما إذا كانت قيمة الأستو تساوي صفر الملتي بلكسر الأول يتم تفعيله لأن راح يكون صفر على ال enable on put الملتي بلكسر الثاني راح يكون واحد على ال enable on put بالتالي يتم إلغاء تفعيله الملتي بلكسر اللي تم تفعيله نلاحظ قيمة الأسون والأس زيرو اعتمادا على قيمة الأسون والأس زيرو راح نلاحظ الأوت بود للملتي بلكسر الملتي بلكسر اللي يتم إلغاء تفعيله الأوت بود راح يكون إلى صفر اللي يتم إلغاء تفعيله اللي يتم إلغاء تفعيله اللي يتم إلغاء تفعيله